أهلا بكم في هذه التغطية عن أحوال التقص المتوقعة خلال فترة هذا الأسبوع حيث أحذرت الهيئة العامة الأرصاد الجوية من حالة التقص خلال الأيام المقبلة حيث تتعرض البلاد خلال الأيام المقبلة متفاوتة الشدة وأمطار غزيرة أحيانا مع تعرض البلاد أيضا لانخفض ملحوظ في درجات الحرارة يصل لست درجات يوم الخميس المقبل وصلت أيضا تحذيرات من حيث الهيئة العامة الأرصاد الجوية للمعطمين بخلال الجزاء لملابس الشتوية وعدم تخفيف الملابس حذرت هيئة الأرصاد من تعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وعلى شمال الوجه البحري وقد تكون غزيرة أحيانا على مطروح والسلوم مع تقدم ساعات النهار وتكون أقل حدة كلما تقدمنا لداخل قد تصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساء الهيئة العامة الأرصاد الجوية كشفت عن حالة التقس المتوقع من غدا حتى الأحد المقبل حيث يسود تقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مقل الدفء على السواحل الشمالية هار على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء تشهد البلاد غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة قد إذن مشاهدين تشهد البلاد غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرية على فترات متقطعة ونشاط ريح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات أيضا تكون متقطعة واعتبارا من 5-10 مارس ستشهد البلاد انخفاضا في درجات القرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4-6 درجات وأيضا نشاط ريح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة كما يتوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرية على فترات أيضا متقطعة أما الجمعة فتشهد البلاد نشاط رياحان مناطق من القاهر الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وأيضا جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرية على فترات متقطعة وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد التقص غدا الأربعاء انقفاض في درجات الخرارة ليسوت تقص دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل الحرارة على السوحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري معتدل الخرارة على السوحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل الخرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد حار على جنوب صعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاب أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا يشهد نشاط رحلة قاهرة الكبرى والوجهة البحرية وجنوب سيناء وسلسل جبار البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجهة البحرية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء أيضا أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الأربعاء القاهرة العظمى 23 درجة صغرة 10 درجات اسكندرية العظمى 19 والصغرة 11 درجة مطروح العظمى 19 درجة والصغرة 12 درجة سهاج العظمى 28 درجة والصغرة 14 درجة قنى العظمى 30 درجة والصغرة 15 درجة أسوان العظمى 37 درجة والصغرة 16 درجة سينكترين العظمى 21 درجة والصغرة 7 درجات إلى هنا تنتهي هذه التغطية عن أحوال التقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة نشكركم على طيبة المتابعة وبقوا معنا دوما على مدار الساعة شكرا لكم وإلى اللقاء